إذن مشاهدين في فقرة فنجان قهوة لهذا الصباح رح نتحدث عن قضايا إنسانية نقف دائما فيها وخاصة عند المشروع العربي حيث أقام مكتب الرعاية الصحية في المشروع العربي حملة صحية توعوية لمرض كسل العين والعناية بصحة الفم والأسنان في مدارس الرصافي النموذجية السادسة في دهوك هذه الحملة تعد الأولى من نوعها في العراق وتهدف إلى تربية الناشئة على سلوك سليم في مجال الرعاية والاهتمام في مجال الصحة العامة إذن بشير الحسن كان هناك ووافان بهذا التقرير لسلامة أبنائنا صحيا أقام مكتب الرعاية الصحية في المشروع العربي حملة صحية في مدارس الرصافي النموذجية في دهوك كسل العين قد لا يعرف الكثير شيئا عنه وعدم قدرة العين على الإبصار بها بشكل جيد وتسمى بالعين الكسولة أسباب رئيسية تؤدي للإصابة بهذا المرض أسباب كسل العين تصير اختلاف بحجم الصورة واختلاف بالضوء المنعكس الشبكية مع العين أو اختلاف باللون بين كل العين هذا إحنا نسوها الحملة نستهدف الطلبة أو التلاميذ اللي أعمارهم أقل من عشر سنين فقل لك يعني حتى ندحق قبل لا يتعدى هذا يفوت الأوان يعني بعد عشر سنين صعب أنه نقدر ندخل جاءوا من مختلف الطوائف ليحتضنهم هذا الصرح العلمي الكبير بحملة فريدة النفع والنوع هي الأولى من نوعها في العراق شمل شريحة مهمة من الأطفال بمختلف الأعمار استقبل جميع الطوائف إن كانت المسيحية واليزيدية والإسلام للنازحين وإن كان العرب والمسلمين والأكراد والتركمان وهذه الحملة الأولى في محافظة دهوك حملة صحية توعوية لطلبة مدارس الرصاف النموذجية السادسة في دهوك ضمنت نصاح وإرشادات في الصحة العامة وكذلك صحة الأسنان واستكمالا لما بدأوه قامت الكوادر الطبية بوضع برنامج صحي الهدف منه تربية ناشئة في الاعتماد على سلوك سليم في مجال صحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية والحفاظ عليها فيما وزعت عليهم فرش الأسنان ومعجونها مجانا لتأخذهم الفرحة بهذه الرعاية والاهتمام شاكرين بلسان البراءة من وقف معهم قدر اللي قدمنا هو أستاذ خميس الخنجر وهذه المساعدة منه لنا وحافظ أن نواضب على درسنا لأننا سادس جيل المستقبل الآن أتى كادر طبي لفحص العيون والأسنان والاعتناء بالأسنان ووزعوا الفرشة ومعجون للأسنان لقناة الفلوجة بشير الحسن حلوين الشباب حلوين خابلون الله يحفظكم كلكم الله يحفظ كل أبناء العراق والله يحفظ كل أطفالنا من كل شر إن شاء الله وبعد ما يكن يزوح يا رب كل من يرجع إلى مدرستة سالم غانم إن شاء الله وذول الحلوين نشوفهم إن شاء الله قادة بالمستقبل آمين إن شاء الله وماكو كس العين وكلكم ديروا لكم على أسنانكم وهذه الحملات أكيد في محلها ونحتاجها ونحتاج حملات بعد أكثر وأكثر ويا ريت كل المدارس بالعراق تقتدي بهذه الحملة ونرجع مثل قبل قبل بالإثمانيات شاء الله يجونا أطباء يشوفونا لقاحات شو هاي اختفت المسائل ما عرف ليش